دايماً مصر هي أرض التسامح، أرض الأديان السماوية مرة عليها عصور، مرة عليها أنبياء، وفي كل مرة بتأكد إنها أرض السلام تعالوا نعرف عن مكان تراصي وتاريخي جديد، المعبد اليهودي بالأسكندرية المعبد يقع بشارع النبي دونيال بالأسكندرية، وبينسب إلى إلياهو هامدي، أحد أنبياء بني إسرائيل اللي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد ويعد من أقدم وأشهر المعابد اليهودية في مصر وعشان مصر فعلاً بلد التسامح والأديان كلها، اتبنى المعبد على قطعة أرض كانت جزء من الكنيسة المرقصية أقدم كنيسة في مصر، بعد أن تنازل بابا الكنيسة في ذلك الوقت بقطعة أرض لبناء المعبد اللي كانت هدية منه ليهود مصر لإقامة شعائرهم وشيدته الجالية اليهودية في مصر سنة 1354 ميلادياً المعبد تعرض لتدمير أثناء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابارد وأعيد بناءه مرة أخرى سنة 1850 ميلادياً في عهد الولي عباس حلمي الأول ومن بعدها أعيد بناءه أكتر من مرة أخرها بعد الحرب العالمية الأولة يهود الأسكندرية كان عددهم حوالي 25 ألف وبعد رحلهم في منتصف القرن العشرين اتعرض لتدمير والإهمال مساحة المعبد 4200 متر مكون من طابقين الطابق الأول للرجال والثاني للسيدات وبيحتوي على مكتبة مركزية ومخطوطات الطورة الأديمة وبيعود تاريخها للقرن 15 من الميلاد وبيضم صفوف من المقاعد الخشبية بتسع سبعمية شخص وسنضيق من الرخام مخصصة لجامع التبرعات وعدد من المكاتب الخدمية الخاصة بالطائفة اليهودية ولأن مصر مؤمنة بكل جزء فيها قامت الدولة بترميم المعبد من ديني وفعلاً المعبد فتح أبوابه في يناير 2020 عملية الترميم استغرقت 26 شهر بتكلفة 6 مليون دولار أمريكي المعبد اليهودي مظاهر ديني مفتوح لكل الناس من كل مكان في العالم وما ينفعش تفوت زيارته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة